نسمع أنه هناك يبدو استعدادات للرد والجيش السوري بدأ يتهيئ نعم يعني هناك كما ذكرت وكالة الأنباء السورية على لسان الرئيس السوري بشار الأسد بأن الإرهاب لن يقابل إلا بالقوة فماذا نفهم من ذلك؟ هل سنشهد اجتداد للمعارك في الساعات المقبلة؟ هل سيكون هناك تصعيد أكثر في الساعات المقبلة ما بين الجيش السوري والفصائل المعارضة؟ طبعا متوقع متوقع لكن يعني إذا أخذنا سير الأحداث منذ 2011 وكرر لأنه هي بوادر انطلاقة المعارضة السورية أو الثورة السورية سميها ما شئتي يعني كان هناك حقيقة وهم واضح لدى يعني الإمكانات الجيش السوري وبدليل كما قلنا لجأ إلى الاستعانة بالروس وأيضا بالمستشاري الإيراني ولا ننسى أيضا استعانة بحزب الله تشكيلات حزب الله ساهمت كثيرا في قمع كثير من التظاهرات الثورات والحركات التي كانت تقوم بها المعارضة بمختلف التسميات لجوء إلى هذه القوات للاستقوى بها مكنها من فرض سيطرة لكن على ما يبدو حالة التأهب والتأهيل بقت لدى الجانب السوري محدودة وأقول محدودة لأنه لو كانت صارمة ولو كانت قد استعادت الزمام الأمور لما حصل في حلب هي تعرف سوريا والحكومة السورية هي تعرف أن هناك تهديد يداهمها من تلك الجهات يعني الشمال الشمال الغربي أو لنقول حتى على مشارف الحدود مع تركيا وهي تعرف أن هناك بعض الاستعدادات هناك من يقول هؤلاء يستعدون منذ شهرين لمثل هذا اليوم أو لمثل هذه الهجمات كانوا يستعدون ليس فقط للوهن بسبب الوهن الذي كما قلنا حصل للجيش السوري وإنما للانسحابات الأولى انسحاب حزب الله وتوجهه إلى ساحات القتال في لبنان والثاني أيضا انكفاء الجانب الإيراني هناك من يقول فقط كانوا مستشارين وليست قوات وجود المستشارين لتنظيم القوة الفاعلة التي تؤازر النظام السوري هذا أيضا مهم ويدعمه ويعزز من فرص قوتها طيب اسمح لي سيد رعد اليوم نتحدث عن قوة عظمة تحالفات أمريكا تركيا إيران أيضا روسيا يعني هناك سيناريو معين أو هل نفرض هناك سيناريو معين لإعادة رسم خارطة سوريا سياسيا ما بين هذه القوى العظمى يعني بسبب التصريحات الرنانة والساخنة لنتنياهو وكثير من المعطيات والتقارير الدولية التي تشير إلى أنه هناك نية لإحداث تغيرات ديموغرافية استراتيجية جيوسياسية في المنطقة وعلى الأرض هناك تغيير خرائط لكثر ما ورد هذا الكلام يعني منذ حتى قبل 7 أكتوبر وما أعقبه وحتى الأحداث في لبنان بدنا نسمع مثل هذه السيناريوهات كثيرا ولعل الربط ما بين الحدث هذا المفاجئ الذي حصل وكيف أنه الناس الآن حيرة فيه لأنه يقابل أو قابل هذا الحدث قابل للتأويل أو قابل حتى لأن يعني يهيأ أو يصور بالطريقة اللي ممكن أنني يعني أنه أنا أو أنت الآن جالسين ممكن أن نضع السيناريوهات متعددة ليش لأنه روسيا لديها عدة تسويات في موضوع أوكرانيا يقال أنه أعطيت لهم بعض المرونة والليونة للسيطرة على الوضع في أوكرانيا ومن يقول أنه أعطيت لهم أوكرانيا يعني مقابل توقفهم من دعم سوريا أو من دعم التواجد الإيراني في سوريا والعمل على إزالته ومن هم من يقول أيضا روسيا وتركيا مشتركين في هذا الأمر لأجل إجبار النظام السوري على أنه يتخذ خطوات لإبعاد النفوذ الإيراني أولا والاتفاق على هناك مقرارات دولية تتعلق بإعادة رسم الوضع السياسي نصح التعبير في سوريا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر